في كتاب الواضح في النشاط العلمي صفحة خمسين إذا أدعمه تعلماتي الصفحة خمسين هي هذه تمر الأول أملأ البطاقات بما يناسب لأصنف هذه الحيوانات الفقرية الحيوانات الفقرية هي الحيوانات التي لها عمود فقري لدينا هذه كلها حيوانات فقرية ولكنها أصنفها إلى مجموعة عندي مثلا صورة واحد هذه سمكة إذا مجموعة الأسباك لديها حراشيف حراشيف غير منتحبة الحراشيف هم قشور عند سمكة الصورة الثانية هذه هذه الحيوانة من مجموعة البرمائيات التي تعيش في البر وتعيش في الباء وعند هنا جلد عاري الصورة الثالثة هذا الحيوان هو من الزواحف مجموعة الزواحف الزواحف لديها صورة الرابعة هذا الطائر مجموعة الطيور هنا الجلد مكسوب بالريش جلد مكسوب بالريش والصورة الخامشة أنت الزواحف هذه مجموعة التدييات وهي التي تلد وترضع صغارها جلد مكسوب بالشعر ثاني أضعوا علامة في خانة الجواب الصحيح تحتاج النباتات كي تنمو إلى الماء والهواء فقط لا هذا غير صعب الماء والأملاح المدينية والهواء والضو نعم نعم إذن علامة الضو والهواء فقط لا لا الماء والأملاح المدينية فقط لا إذا لا أضع علامة هذا فقط صحيح هو أن النبات يحتاج إلى الماء والأملاح المدينية والهواء والضو الضو ثالث ألاحظ نتيجة كل من التجربتين وأملأ الفراغ بما يناسب التجربة الأولى لدي نبات في التربة الضو إذن هذا النبات يبقى أخضر إذن يوجد الضو يبقى النبات نبات أخضر حيا يبقى النبات حيا وأوراقه تكون خضراء اللون تجربة الثانية لاحظ عندي نبات تربة ولكن عندي ضوء غياب ضوء إذن يوجد الضلام ما يبقى النبات؟ يدبل النبات وأوراقه تكون صفراء لأن في غياب الضوء يدبل النبات وتصبح أوراقه صفراء اللون تقويم توليفي أملأ الفراغ بما يناسب من الكلمات اسم السن وظيفته عند الله وظيفته عند العشب شكله عند الله شكله عند العشب عندي هنا القاطعة ما هي وظيفته هذا السل عند الله أن تقتع الله وظيفته الكرشت عند العشب وظيفته الاقتلاء وشكله عند الله شكله صغير تكون هذه القطعة صغيرة شكله عند العاشب كبير وحادة الدرس وظيفته عند الله وظيفته التقطاع عند العاشب وظيفته عند العاشب وهو الطحن شكله عند شكل الدرس عند الله من شاري شكله عند العاشب كبير ومستح نب نب وظيفته عند الله التمزيخ عند العاشب وظيفته صغير جداً أو غائب غائب عند لنا معندوش عند العاشب معندوش النب شكله عند الله طويل وحاد شكله عند العاشب إذن عند العاشب